موسيقى كنت ساعات بغسل في اليوم سبع حالات وتمان حالات انا افرد صوابعه كده واعملها كده وحط ايديه جنبه كده هو يرفع ايديه ويعملها فديت اهل قلت له انتو ايه تعالوا تفرجوا وشوفوا النور اللي طالع من وجهه من اراد ان ينظر الى احد من اهل الجنة فلينظر سلموا على واحد رايح الجنة ده المنايد ده جدي قال لي بقى له ثلاث سنين والله الذي لقى له غيره شعره مسبسب متصرح ومسبسب والجسم زي ما هو كان عمه محدود جنبه متاكل وكان نازل بعديه ان صاحبة الحالة كان بتربي عندها خمستاشر قط فلما ماتت القطط كلوها لغاية ما خلصوا عليها كلها العظم نفسيها بدأوا مصمصوها بسمونها النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المقبرة بشيء بشيء يدخل فيه النار بعض الترب بتحول العظم ده الى حديث كده ده اسمه اللحت الشرعي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميت اللي انت بتغسله انت مأمور شرعا انك انت تكون رحيم به وحنين عليه لانه يستشعر بكل حاجة ما تجي تغسل الميت الطبيعي انت بتقدر تستحمل المية دافية يبقى تدف المية زي ما انت بتحب المية تكون دافية برضو دف المية للميت لانه بيشعر كل حاجة في بعض الكرامات بتظهر على بعض الاموات وانا بغسلها يعني احنا لسه الشهرين اللي فات دول كنت بغسل مية خادم في مسجد كان بيقيم الشعار بيقزم في جامع وبيفنسه انا والله وانا بغسله وكان معايا ابنه معايا في الغسل كان الميت عامل صبعه كده رفع صبعه للسماء لشهادة التوحيد انا افرد صبعه كده وعملها كده وحط ايديه جنبه كده هو يرفع ايديه ويعملها كده انا وريتها ابنه وتخلي كل حاجة زي ما هي فالميت بيشعر بكل حاجة وبيتأذى من الناس اللي حواليه لما يغضبوا الرب من الصويت ومن شق الجيوب وكما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ولا طمى الخدود الاخره الانسان اللي يجي يغسل ميت الغسل اللي احنا بنقوله ده يا اخوانا لان الانسان ممكن يبقى مضطر ان هو يخش يغسل ميت يعني هي مش حاجة صعبة وممكن ما تلاقيش حد يغسل وامر تغسيل الميت وتكفيله ده فرد كفاية اذا قام به البعض سقط على الاخرون فطب ما قامش به حد يأسم جميع القرية اللي فيها الميت جميع الشارع جميع البرج او العمارة اللي فيها الميت ميت سهل جدا ان هو يغسل وسهل جدا ان هو حتى لو هيجيب اللايف ويتفرج على الفيديو لايف يعمل زي موجود في الفيديو وكده غسل وكده الامر الشارعي اتمه الحمد لله رب العالمين ويبدأ يحط في الغشب ويبدأ يروح يصل للجنازة ويبدأ يروح يدفنه في المقابر لو الميت موصي اذا جاء اجلي فمحدش يعمل علي ما يغضب الله من سويت ونحاب وتفشق الجيوب وخلافه يبقى كده هو براءه طب هو مش موصي يلحقه طبعا الاسم والوزر لانه مفترض انه يعلم اهله الدين احنا دنيا مطالبين في الدنيا نلم الميت ونسطره ونوديه لمثواه الاخير طبعا حلالة الحارجة دي كمننا هنا في القاهرة غير الارياف تبقى يعني الناس غالبا يعني محدش بيسأل عن حد قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة اخي الله جل وعلا سمها سوءة لان حال الميت بعد ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم من مفاته تسوء الحي حاله هو بيتحلل حاله هو دود يبدأ يأكله حاجة حاجة منظر يا سوء الحي لا يرضي الحي لا اخفيك الحقيقة ان اهل الميت ما بيقدروش يوقفوا جنب الميت من النبيحة ومن المنظر انا بخش انا والمساعد بتاعي بنظف زي ما قلت لحضرتك وبزبط المكان خالص وبنظف كل جايب كل مصدر الريحة الكريهة دي نظفه بيتدوله جميعا على المطاهرات المنظفات وبعد كده بابدأ اغسله عمم الجسم بالماء والاصله عندنا في الشرق ان الغسل الاصله فيه تعميم الجسد بالماء سواء بقى وضيت او ما وضيتش خليك انت عممت شغلت الخرطوم والحنفية زي ما بيحصل في المشروحة وروحت عمم الجسد كله بالماء خلاص كده انت كده الغسل تحقق طهرت من تحته نظفت من تحت خلاص الغسل تحقق والاصله عندنا في الكفن السطرة طب الكفن ثلاث طبقات طبقة واحدة مش هتفرق طب خليك معاكش كفن موجود في بيت جبت كبرتها ولفتها وربطها في حاجة بينه منه لا خلاص الكفن ولكن بسعه السلام وصى بالثوب الابيض وصى بالثياب وصى بالبيض من الثياب وقال كفنوا كفنوا بها موتاكم مرضو كان معانا حالة حرجة في المستشفى السلام الدولي كان عنده عزكم الله سرطان في الجلد فكان جلده كله مليان قيح ومليان صديد كله دوله حقن كماوي بالزيادة الجلد كله تحرق والله الذي لا لغيره وأنا بغسله انا حاسس ان في نور خارج معلمين وجهه كله مليان قيح وصديد وقرح ان في نور خارج من وجهه وتذكرت سيدنا ايوب وايوب ايدنادى ربه اني مساني يبطره وأنت ارحم الراحمين استجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اهل قلتلهم انتو ايه تعالوا تفراجوا وشوفوا النور اللي طالع من وجهه فبتحصل بعض الكرمات لينا والله انا بقالي بمتصدر لهذا المشهد منذ عشر سنوات انا شغال حنوتي ومغسل اموات الان دي السنة العاشرة اه لم اشاهد ميت يتحرك الا اللي انا هلسه حكتهلكو دلوقتي اللي هو بيرفع السبابة بالتوحيد سألتني انت بتغسل كم حالة ما اقدرش اقول لك يعني انا عشر سنين غالبا غالبا في اليوم حالة او اتنين فحسبها انت مع نفسك انا ما اقدرش احدد وما اقدرش اقول انا بغسلت كم حالة اه ولكن ساعات بيجي لنا في اليوم تلت حالات ساعات بغسل في اليوم تلت حالات ايام كورونا كنت ساعات بغسل في اليوم سبع حالات وثمان حالات ايام كورونا اه الله يقول لن يصيب انا الا ما كتب الله لنا انا باخد احتياطات زي ما انتوا شايفين كده بلبس جوانتي بلبس مريالا وبتق الله في شغلي وكل لن يصيب انا الا ما كتب الله لنا سواء الحالة عندها كورونا سواء الحالة عندها مرض معدي او ما شبه ذلك اللي حفظه الستر من عند الله احنا دلوقتي بننقل رفات بعض المقابر اللي بيفضوها علشان اشتأخدوا مقابر اخرى جديدة فبناخد العظم ننقله احنا بنشيل احنا بنجيب عبارة عن كفا جديد لو الميت لسه الهيكل العظم المتماسك ونحطه في كفا جديد ونشيله ونحطه في الخشبة طيب بقاله تلاتين سنة وعشرين سنة بنشيل حوالي خمس ست ميتين في شكار قد كده ونربطها كلهم عظام ما تبقى من العظام بعد ما اتكلت والقبر الشارعي بحفر 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 اتنين متر الارض وباجي في الجنب بعمل شق كده في الجنب بدخل في الميت على جنب اليمين وبحط بلاط كده مجديل من الحجارة وبهيل التراب عليه يبقى كده الميت تحت الارض باثنين متر ونص كده ده اسمه اللحت الشرعي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللحده لنا والشقه لغيرنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المقبرة بشيء بشيء ان يدخل فيه النار سواء توب دخل بالنار او سواء حديد واسمنت ولكن بتبقى الضرورات طبيح المحذورات بالنسبة للجسد بعد الوفاء بياخد ما يعادل لو محد جيه جنبه او لو احنا غسلناه ونزلناه ونزلناه في المقبرة بياخد اربع خمس ايام عبالة ما يتحلل كل لما كتمنا التربة شرعا كل لما كتمنا التربة عليه اكتر وحفظنا ان ما يخرج شريحة لا لدي سواء برضو نحفظ عليها كل مكان ده لمصلحة الاحياء والاموال طيب اول شي بيبدأ يتحلل او يتاكل او يهلك في جسم الانسان العيد ثم الفرج او العضاء التنسلية ثم البطن بطبيعة الانسان كلنا الاحياء عندنا دود صغير هو ده الدود اللي بيأكل الانسان الانسان ما يخش المقبرة احنا عشان نجيب تصريح نقل رفات بناخده من مكتب الصحة او من نيابة بعد ست شهر رسميا بعد ست شهر بنقل رفات لان ست شهر بيكون خلاص لم يتبقى الا العظام فقط الا الهيكل العظم فقط الهيكل العظم ده حسب التربة اذا كان لحد شرعي ممكن لا يتبقى منه احد دخلت تربة عشان بادفن برضو في السيدة عيشة هنا او فجأت ان الميت انا بسأل صاحب التربة اللي هو صاحب الامانة اللي جايبينها بقول له ده مين ده الميت ده جدي فبقول له بقل له قد ايه قال لي بقل له تلات سنين والله الذي لاله غيره شعره مسبسب متصرح ومسبسب والجسم زي ما هو هو ده اللي احنا بقول التربة الشرعية اولى فانا قلت له ساعتها خليه كل انت دفنت فيه خمسة ستة وكلهم زي كده ما تحللوش طيب ده وضع ايه ده وضع عند ربنا خلوهم ما تحللوش لا جوز ان انا نبش القبر ولا جوز ان انا افتح القبر على الميت لان ده مستور بحاله سواء الجسل تحللت سواء ما تحللتش ده مستور بحاله فجينا حطينا الميت التاني جنبه علما نلقى بيه لو كان عمه محطوط جنبه متاكل وخلصان ما عادش فيها الا الآظام فقط وكان نازل بعديه ده بقى له تلات سنين وده بقى له سنتين فنزلنا الجسل الجنبي التانية وحطناها جنبه احنا بننقل من الحياة الدنيا الى الحياة البرزخ والحياة البرزخ ده قبر مقفول في علم الغيب الارض بتاكنها مواد بعض التربة فيها مواد معينة معدنية بتحول العظم ده الى حجارة بعض الترب بتحول العظم ده الى حديد رجل على قال قل كونوا حجارة او حديدة او خلقا مما يكبروا في صدوركم فسيقولون من يعيدون كل الذي انشأكم اول مرة او الذي خلقكم اول مرة بالنسبة للاطفال الموتى اطفال المسلمين انا اما اجا غسل طفل طبعا انا بغسل كتير بس الي يؤثر فيها الاطفال ما تجي تغسل طفل انت بتغسل واحد مية في المية من اهل الجنة لم يرتكب معصية انقطعه ولم يجري عليه القلم الحساب فكنت اغسل واقول له اهله من اراد ان ينظر الى احد من اهل الجنة فلينظر سلموا عليه سلموا على واحد رايح الجنة اما اطفال المشركين دول الى عروسات يوم القيامة والله يا اخي انت بتغسله بتحس انك انت بتغسل واحد نايم مش ميت اه بنفس البراءة بتاعت الاطفال هو بيبقى معاك بنفس البراءة وبنفس النظرة اللي هي متجمدة لا هي حزن ولا هي فرح وبصراحة ما اجي اغسل يعني انا اغسل كبير عادي باجي عند الطفل قلبي باتعب يعني والله من اصعب المواقف علي بعض المواقف كده يعني اه ذكرتني بيها اه كان فيه حالة متوفية في فيلا في المعادي بعض الاهالي جوم بعد شهرين من وفاة الحالة والحالة مطلقتش ليها ريحة ولا طلع ليها اي حاجة لسبب ان صاحبة الحالة كان بتربي عندها خمستاشر قط خمستاشر قط اولف يعني وعيالها في امريكا مش موجودين هنا في مصر فلما ماتت واتحللت القطط كلوها لغاية ما خلصوا عليها كلها لم يتبقى الا العظام فقط العظام نفسيها بدأوا مسمصوها لغاية ما عدت واحدة من احد الاقارب فشافت المنظر اتصلت بالمباحث انا دوري رحنا لمينا العظام حطناها في كيس ونزلها التربة وساعتها وصيت ان اي حد يكون عنده حد من الاقارب كبير في السن انه يا رعاب الاتصال على الاهال مرة في اليوم مرتين ثلاثة في الاسبوع كذلك برضو مرة واحد اتصل بي وقال لي انا والدي توفي وعايز المخسلة وعايز العربية وعايز الكفر وروحت له واحنا لسه في دار السلام هنا لسه بنطلع الحاجة عشان نغسل قال لي ابو يا صحي وده كان حصل فعلا كان ابو غيبوبة سكر وبعد عد ثلاثة ايام اتصل بي تاني قال لي ابو يا مات والله يصحك قال لي خلاص خلص ايه عشان تغسل واحنا فعلا غسلنا بعد ثلاثة ايام وبتحصل بعض المواقف كده وفي مواقف طبعا انا مقدرش احكى عنها او ابيحبيها لما فيها من سر وستر يعني فاذا كان من اهل الجنة فروح وريحان ورب غير غطبان ويقول يا ربي اقم الساعة يا ربي اقم الساعة واذا كان غير ذلك عياذا بك اللهم يقول له يا ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة وفي النهاية القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار وكل دي حياة برزخية موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا